موسيقى إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات البلدية والإقليمية في البلاد إبرامة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة على اتفاقية شراكة في مجال الصحة من مقدمة النشر إلى تفاصيلها أهلا بكم نظمت مسامس الجمع مناسبة للإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات البلدية والإقليمية التي شهدتها البلاد أمس الجمعة الحادي عشر من شهر مرس الجاري في جميع انحاء البلاد وتأتي هذه الانتخابات عاقب أسبوعين من الحملة الانتخابية حيث قامت القوائم المختلفة للمرشحين الانتخابات البلدية والإقليمية برفع وعي الناخبين لجد بصوتهم كل بطريقه وتنافس عشر قوائم منها ثمانية قوائم الأغلبية رئاسية لجميع دوائر الدولة وقائمتين مستقلتين في منطقة علي صبه وتقدر الإشارة إلى أن استثنائية هذه الانتخابات هي أن عدد المرشحين الانتخابات ازدادت في جميع الدوائر باستثناء ذائر التراث التي حفظت بنفس العدد هذا وقام صحفي مسامس بتقديم المستجدات الأخيرة لانتخابات الإقليمية والبلدية وذلك لضمان تغطية إعلامية جيدة ومتنوعة للإعلام وذلك عبر استضافة أيضا العديد من الضيوف الذين جاءوا من المؤسسات المختلفة بما في ذلك وزارة الداخلية التي نظمت الاقتراع وزارة المركزية المكلفة بعملية وإقراءات عضاء اللجنة الوطنية الإقليمية المستقلة وتابع الجيبوتيون والجيبوتيات إعلان نتائج مراكز الإقتراع في العاصمة والمناطق الداخلية في وقت متأخر من الليلة الماضية قبل الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات البلدية والإقليمية التي تجرى للمرة الرابعة في البلاد وفي السياق ذاتي أعلن وزير الداخلية سيد سعيد نحسان على الهواء مباشرة عبر القنوات الوطنية النتائج الأولية للانتخابات البلدية والإقليمية التي شهدتها البلاد أمس الجبع فنتابع المزيد مع الزميل فيصال الأزهري أيها المواطنون الأعزاء اسمحوا لي في بداية هذا الإعلان أن أتوجه إلى الناخبين الذين أدوا واجبهم الوطني بأحر التهاني والتبريكات لإنجازهم هذه المهمة كما أتوجه بالتهنئة إلى جميع قوائم الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة التي شاركت في هذه الانتخابات الاجتماعات التي عقدت في كل من المناطق الداخلية والعاصمة أثارت حماسا حقيقيا واهتماما بالغا بين السكان الذين أظهروا مرة أخرى ثقتهم بالانتخابات وإيمانهم بالعملية الديمقراطية المعمول بها في بلادنا كما جرت الانتخابات في جميع أنحاء التراب الوطني في هدوء وسكينة هو امتثالا للأحكام التشريعية والتنظيمية كما تعززت شفافية الاقتراح وحرية التعبير عن حق الناخبين من خلال التواجد الميداني وفي مراكز الاقتراح لمندوب الأحزاب والقوائم المستقلة المتنافسة وكذلك أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بصفتي وزيرا للداخلية يشرفني أن أعلن رسميا النتائج المؤقتة للانتخابات البلدية والاغليمية والتي تنقسم على النحو التالي بلدية راسديكا كان إجمالي عدد المسجلين 3632 عدد المقاعد المتنافس عليها 9 مقاعد إجمالي عدد الناخبين 2691 بينما كانت الأصوات اللاغية 45 صوتا وعدد المسوّتين 2646 وصوتا لقائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية 2646 فازت القائمة بتسعة مقاعد في المجالس البلدية وفي بلدية بلعوس كان إجمالي عدد المسجلين تسعة وستون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين وعدد المقاعد المتنافس عليها تسعة وستون مقعدا إجمالي عدد الناخبين خمسين ألف وخمسمائة وسبعة وعشرين بينما الأصوات اللاغية كانت ألف وأربعمائة وثمانية صوتا وعدد المسوّتين تسعة وأربعين ألف ومئة وتسعة عشر صوتا وصوتا لقائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية تسعة وأربعون ألف ومئة وتسعة عشر فازت القائمة بتسعة وستين مقعدا في المجالس البلدية وفي بلدية بلبلة إجمالي عدد المسجلين واحد وستين ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعين عدد المقاعد المتنافس عليها اثنين وستين مقعدا وعدد المسوّتين أربعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين عدد الأصوات اللاغية تسعمية وتسعة وأربعين وصوتا لصالح قائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية تسعة وثلاثون ألف واربعمائة وأربعة وعشرين وفي منطقة عالي الصبيح كان إجمالي عدد المسجلين سبعة عشر ألف ومائة واثنين وتسعين عدد المقاعد المتنافس عليها سبعة عشر مقعدا إجمالي عدد الناخبين تسعة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعين بينما الأصوات اللاغية مائة وخمسة وسبعين وعدد المسوتين تسعة آلاف وستمائة وسبعين وسوتا لقائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية ثمانية آلاف ومائتين وثلاثة وستين بينما حصل حزب العدالة والتنمية سبعمية وسبعة وأربعين وحصل حزب وطني عسجوغ ستمية وستين صوتا فازت قائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية ستة عشر مقعدا بينما حصل حزب العدالة والتنمية مقعدا واحدا ولم يحصل حزب وطني أي مقعد وفي منطقة تاجورة كان إجمالي عدد المسجلين ثمانية عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسين عدد المقاعد المتنافس عليها ثمانية عشر مقعدا إجمالي عدد الناخبين سبعة عشر ألف ومائة وسبعة وثلاثين بينما الأصوات اللاغية مائتين وأربع عشرين صوتا وعدد المسوتين ستة عشر ألف وتسعمية وثلاثة عشر وصوت لقائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية ستة عشر ألف وتسعمية وثلاثة عشر فازت القائمة بثمانية عشر مقعدا في المجالس الإغليمية وفي منطقة عرتا كان إجمالي عدد المسجلين ألف وثمانمية وواحد وستين عدد المقاعد المتنافس عليها أحد عشر مقعدا إجمالي عدد الناخبين ثمانية آلاف وثلاثمية وأربعة عشر بينما الأصوات اللاغية مئتاني وواحد وستين وعدد المسوتين ثمانية آلاف وثلاثة وخمسين وصوت لقائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية ثمانية آلاف وثلاثة وخمسين فازت القائمة بأحد عشر مقعدا في المجالس الإغليمية وفي منطقة دخل كان إجمالي عدد المسجلين ثنين وعشرين ألف وثمانمية وثلاثة وعشرين عدد المقاعد المتنافس عليها ثلاثة وعشرين مقعدا إجمالي عدد الناخبين واحد وعشرين ألف ومئتين وأربعة بينما الأصوات اللاغية ثلاثمائة وأربعة وثلاثون وعدد المسوّتين عشرين ألف وثمانمائة وسبعين وصوت لقائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية عشرون ألف وثمانمائة وسبعين فازت القائمة بثلاثة وعشرين مقعدا في المجالس الإقليمية وفي منطقة أوبخ كان إجمالي عدد المسجلين أحد عشر ألف وأربعمية واثنين وستين عدد المقاعد المتنافس عليها أحد عشر مقعدا إجمالي عدد الناخبين عشرة آلاف وأربعمية وخمسة وتسعين بينما الأصوات اللاغية مئة وثلاثة وخمسون وعدد المسوّتين عشرة آلاف وثلاثمائة واثنين واربعين وصوت لقائمة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية عشرة آلاف وثلاثمائة واثنين واربعين فازت القائمة بأحد عشر مقعدا في المجالس الإقليمية كما قامت هيئة لدعوة تلفزيون الوطني على الهوام بأشرة لتمسل جمعة الحادي عشر من مارس الجارية عبر مقدمية النشرة المتلفزة قدمت بعض المستجدات الأخيرة بمختلف اللغات المحلية لنتائج الأولية للانتخابات البلدية والاقليمية التي قررت يوم أمسل جمعة وذلك خلال البث حي من بحث دائرة جيبوتي ونظمة داعة تلفزيون جيبوتي أمسية انتخابية خاصة لإعلان نتائج هذه الانتخابات والتي بثت على الهوام مباشرة من ساحة ولاية جيبوتي كما قامت الفرق والطواقم التابعة لهيئة التلفزيون الوطني بمشاركة المسؤولين بنقل الصور وجميع المستجدات الأخيرة فيما يتعلق بهذه الانتخابات البلدية والاقليمية وذلك على الهوام مباشرة وتقدر الإشارة إلى أن هذه المرة هي الرابعة التي تقرى في هذه الانتخابات البلدية والاقليمية في البلاد تتواصل أشغال الدورة السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقية التي انطلقت عمالها الخميس في العاصمة الرواندية كيجالي وحضر في هذا الاجتماع أكثر من 120 منذوبا يمثلون 41 برلمانيا إفريقيا وستكون هذه الدورة بحسب الاتحاد البرلماني الإفريقي فرصة لتبدل الآراء والأفكار في مقال مواجهة جايحة كوفيد-19 والنهوض بواقع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تعزيز الابتكارات والنمو الاقتصادي لمرحلة ما بعد فيروس كورونا وكذلك تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة الأقارية للإفريقية ويتضمن جدول عمل هذه الدورة على الخصوص دراسة المندوبين لتنفيذ قرارات وتوصيات مؤتمر رؤساء وحسابات التدبير للسنتين الماليتين الماضيتين احتضنت صالة الاجتماعات بقصر الشعب الصباح اليوم السبت تشغل مؤثمرا حول وضع المرأة الجيبوتية وشارك في عمل هذا المؤتمر الذي نظمته وزارة المرأة والأسرة ممثلين من مختلف الإدارات الوزارية والعديد من المدارات التنفيذيين وتم خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات بما في ذلك الادماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في الجيبوتية وموضوعات أخرى وتحديات التغير المناخي ووباكو في 19 وكذلك مواضيع أخرى تتعلق بدور المرأة الجيبوتية في المجال الرقمي حيث ترأست هذه المناسبة أو هذه الأشغال الأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة السيدة أنيسة حسن بهدون هذا ورصدت كاميرا تلفزون الوطنين طبعات المشاركين في هذا المؤتمر الذي أشاد بدور المرأة الجيبوتية مرة حلوة أن الواحد يشارك في مؤتمر للمرأة لأن المرأة هي التي تنشئ وهي التي تطور المجتمع فاليوم لما قيت على هذا المؤتمر لم أقيت عشان أشوف تطورات المرأة أقيت عشان أتسمى على المرأة الجيبوتية التي هم طوروا البلد فكان موقف مرة حلوة أن أنا كرقل أتعلم من المرأة الجيبوتية شكرا إلى الموضوع الرياضي يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم للمشاركة للجولة التمهيدية لكأس أمم إفريقيا لعام 2023 في معسكر الدرك الوطني الواقع في نقطة 23 وبحسب القرعة سيواجه المنتخب الوطني منتخب جنوب السودان في مصر في 23 من شهر مارس الجاري لمباراة الدهاب وستكون مباراة الإياب في كامبالا في 27 من نفس الشهر وفي المواجهة الرابعة التي سيواجه فيها المنتخب الوطني منتخب جنوب السودان لتأهل كأس أمم إفريقيا حيث فاز منتخب جنوب السودان على نظره الجيبوتين مرتين والمنتخب الوطني بمرة وعزز المنتخب الوطني مع مدربه الجديد عبد الرحمن حسين باكي الله ونائبه محمد ميراني الملقب بنينجا عزز قدراته من أجل التغلب على التحديات خلال هذه المباراة عزيز المشاهدون الأن سننتقل صحة الدولة جددت الولايات المتحدة دعمها لجهود الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تعزيز السلام والحكم الرشيد في إفريقيا وجاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجي الأمريكي في واشنطن مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مسافيكي محمد لإفتتاح الحوار الرفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي في واشنطن وناقش الجانبان حسب ما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونية اليوم السبت قمة الشراكة القوية في التصدي للتحديات المشتركة مثل مكافحة وباء كورونا وتعزيز الأمن الصحي ومعالجة أزمة المناخ لجانب التأكيد على الحاجة لانتقال عادل للطاقة وضرورة النهوض بالنمو الاقتصادي العالمي الشامل وديمقراطية ووقع الطرفان مذكرة التعاون لتعزيز الشراكة في مجال الصحة العامة بما يشمل مواجهة جائحة كوفيد-19 حيث وشار الجانبان إلى التزام مشترك لرفع مستوى هذه الشراكة وأوضح بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن مذكرة من شانها تعزيز وتأسيس معاهدة وطنية لصحة العامة أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمس الجمعة أن أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى يوم 11 من مارس أي أمس الجمعة وتشير هذه الاحصائية إلى زيادة بحوالي 200 الف لاجة عن الرقم الوارد في تقرير المنظمة الصادر يوم الخامس الماضي وقال مكتب الأم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنساني أمس الجمعة إن نحو 1.85 مليون شخص النزح داخل أوكرانيا وحمل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الحرب العباثية التي بدأت في الرابع العشرين من فبراير مسؤولية النزوح الجماعي وقال في تغريدة وصل عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى من أوكرانيا إلى 2.5 مليون اليوم وهو أمر مأساوي بدوره قال الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة هرب مليونان ونصف المليون شخص من أوكرانيا حتى الآن بينهم 116 ألف هم مواطن دول ثالثة وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت الثلاثة إقام ممر ثاني لإقلاء المدنيين من مدينة سومي التي يبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة وهي تشهد معارك طاحنة منذ عدة أيام وتستمر عمليات إقلاء المدنيين في كييف على الرغم من إطلاق النار على ممرات ثانية حسب رئيس الإدارة المحلية وكييف سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة معزولة عن بقية البلاد من ثلاثة جهات بعد استبعاد ضم أوكرانيا سريعا للاتحاد الأوروبي يتابع قادة دول الاتحاد قمتهم في فيرساي حيث تهي من الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على جدول أعمال القمة التي تركز في اليوم الثاني على تقليص الاعتماد على الغازة الروسية ورفض قادة الاتحاد الأوروبي طلب أوكرانيا بعضوية سريعة في الاتحاد فيما أكدوا على دعم كييف وتعزيز التعاون والشراكة معها ويناقش قادة الدول السبع العشرين العظام في الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمتهم في مدينة فيرساي بفرنسا ناقش أمس القمعة الحدي عشر من مرس عدد من القضايا من بينها تعزيز النموذج الاقتصادي إذن عزيزي المشاهدين بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة طبعا نشكركم على حسن استماع والمتابعة أترككم في رعاية الله وعمنتي إلى اللقاء